أدت وفاد فريدي جري الأمريكي ذي الأصول الأفريقية وهو محتجز لدى الشرطة في مدينة بالتيمور إلى تأجيج حال الغضب العام من معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي والتي اندلعت العام الماضي إثر حوادث من هذا النوع في فيرغسون وميسوري ونيويورك الحوادث تتجدد اليوم في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية حيث أدت الاحتجاجات إلى إصابة سبعة من ضباط الشرطة حين ألقى محتجون حجارة عليهم وأحرق سيارات دورية عقب جناسة كري قبل قولي شيء هذه ليست حربا نحن نريد السلام لا نبتغي حربا ولكننا نريد حقوقنا غير أن الاحتجاجات تخللتها أعمال شغب واسعة لم يسلم منها رجال الأعلام كنت أصور بعضا من المشاهد الحية من الاشتباكات وأعمال النهب في المدينة فألقوا القبض علي وأبرحوني ضربا الشرطة الأمريكية اعتقلت 12 شخصا إثر أعمال العنف بعدما تظاهر أكثر من ألفا ساروا في شوارع بالتيمور في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي تشهدها المدينة وأعلنت حالة الطوارئ عقب أحداث الشغب وتزور الإشارة إلى أن غري كان في الخامسة والعشرين من عمره وهو توفي بعد أسبوع من اعتقاله جراء تعرضه لإصابة خطيرة في العمود الفقري في منطقة العنق